نبغى ناخد جولة سريعة يستفيد منها الحاج في عملية انه يكون في وقاية من قبل اي اصابات ممكن تصير والجزء الثاني انه ما يكون فيه لطيف يا رب الاشياء انت عارف الرمض ده الاشياء دي سريعة الانتشار وسط كم هائل من الحجاج كيف تكون عملية الوقاية؟ انا هجيب معايا بعض الحاجات كده شايف ماشاء الله تبارك كاميرا تجيبها مفيش حاج بيروح الا ومع الطقم ده اللي هو الشمسية وهنعلق على كل حاجة يلا انت عارف اخطر حاجة في الشمسية دي ايه؟ خاصة لو الحاج بقى ايه طويل وميلها ايه لورا دي بقى اللي بتخش في العين بتعمل بقى ممكن فيها القرحة ده علاقك او ممكن لقى ضرورة تطقبها انا بتكلم على الاماكن اللي فيها لاش خليني اودك اكتر انت بقى لا افتحها لك بقى ايه بس ممتاز ايه بالزبط شايفين يا جماعة دي بقى المشكلة كلها والله مرة مهم فرجاء الله يكرمكو بس لما نيجي نعملها براش براش دي براش لورا خلاص خليها فوق وبعيدة في شي تاني مهم والله انت بتفتحها نفسي انا جالسة شوف البوك دي اللي فتحت كده لو خبطت نفس الشخص فعايزة تبقى مساحة تبقى انت تحط في حسابة النقطة التانية بقى احنا بنختار اللون ممكن نختار اللون البيض ليه بقى ده النون ليسود بيعمل ايه؟ بمتص حرات الشخص ايه وكده طوه هي نقصة ده هي خمسة واربعين اصلا فحنا عايزين الله بيط بقى الليوترو فدي نقطة الاولى بالنسبة للشمسية ناخد بالنا من ومن ممتاز تاني حاجة مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من النظارات انا يهميني جدا انها ألبس نظارة شمسية وكل ما كانت قفلة كويس زي ما حضرك قلت كده في المقدمة انها قفلة على العين كويس عشان ما تدخلش اطراب ده غير كمان انها تكون غمقة وتكون اصلية عشان تحجب الاشعة فوق البنفسجية من دخول العين اكيد فمتعملش جفاف اه ما بتعمل جفاف هذه الحفظ للجفاف لان كنت هسأل سؤال ايش الفرج بين النظارات العادية من انسة عندي نظارة نظارة طبية مهم جدا لو انا راجل بالبس نظارة طبية يبقى عندي واحدة واحدة ستبن ولو انا راجل كبير فوق الاربعين وبالبس نظارة القرية يبقى عندي اثنين لان عندي مشكلة كبيرة جدا انا عايز القرية ده كل شوية هقر قرآن وشايف عايزة افتح الايباد بتاعي وافتح التليفون فلو النظارة ضاعت هتبوز لي الحجر غير دكتور ان العين بتتعب عارف بتدور على الحملة والشعار وبتجرى المسار وبتشوف الساعة وبتشوف كثرة المنظار هتربكني بشكل كبير جدا اللي بقى اللي بيبسوا عدسات لصقة ومن اللي يسمعونا برضو انا ما عنديش مشكلة ألبس عدات لصقة بس يكون عندك اكتر من واحدة ويبقى بمعنى ايه ان انا لو هي يومية يبقى انا يكون عندي مجموعة ضاعت يبقى انا عندي التانية لو هي محتاجة انها تتنظف يبقى عندي المحلول ويتأكد من حاجتين المحلول إكسبايري ديت بتاعه والمحلول ما سوفوش في الشمس ويتأثر في الشمس طبعا وهيتبخر هتغلي فانت مهم جدا ان انت اذا انت محطتاش في تلاجة اللي حطتها في الغرفة بتاعتك اللي فيها تكييف ممتاز ان نقول اخر حاجة كمان ان يكون معايا شانطة كده اللي احط فيها تلاجة زغنطوطة احط فيها القطارات ليه؟ لان درجات الحرارة المسموحة ان احنا نحط فيها القطارات بتاعتنا ايه؟ في درجة حرارة الغرفة ايوا بالظبط اللي اعرف مهم جدا القطارات بتاعتها تكون في درجة حرارة اقل من 25 درجة مئوية طبعا لو انا بقى رايح الحج وكت عامل عملية مثلا زي عملية ليزك كتير عاملين قبلها باسبوعين قبلها بشهر واصلا بيكون فترة حساسة بالنسبة له اكون معايا قطارات الترطيب بتاعي ويستحسن يبقى معايا تقرير طبي او عامل عملية مية بيضة عامل تقرير طبي لاني بيجي لنا ناس كبار في السن لاي سبب جالوس ضاعه ده عامل ايه؟ عامل حج عملية في عينك عامل عملية في عيني طب عملية ايه؟ انت عارف بقى انت في الطوارئ جا عارف تفاصل ناس كتير قوي انحقني بمعلومات او حاجة تانية كمان اهمية التقرير الطبي مهمة في ايه بقى؟ انا مقدرش اعرف من خلال الخمس عشر داي ان المريض قدامي فيها هو عنده حساسية من ايه؟ نفترض عنده مثلا حساسية من الفول اللي هو جيس اكس بي دي عندهم حساسية من مضادات حيوية اسمها السلفة فتخيل انا لو معرفش المعلومات دي في التقرير او هو حبيبي راجل كبير في السن او ستة كبيرة في السن وتعرفش الكلام ده يروح للدكتور بتاعه ان هو يكتب له ان عنده حساسية من كذا 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 فيبقى انا الادوية اللي انا بديهاله ما تضرهوش او هو عنده اسهال طب ايه اللي دخل ده في العيون؟ من الادوية اللي بتوقف الاسهال فيها مركبات اتروبيين فلو هو عنده جوليكوما معجولة ممكن تأثر على العين ترفع لي ضغط العين طب انت هتجيبها ازاي؟ وانا في وسط الزحمة والبني لازم التقرير الطبي بيفرق كتير جدا يا ايهاب ياخدوا معاه مع الحاجات اللي احنا اقولها